دكتور انتباعك خلينا نقول ان اي تعامل بقصوة بين الشرطة والشعب مرفوض التصدي للمعتصمين او المضربين او المتظاهرين بقصوة مرفوض كل ما يخالف القانون فهو مرفوض يجب ان يتوافق المجتمع على تعامل معين بين الشرطة والشعب يتوافق مع مبادئ صورة 25 يناير 2011 انما انا مش عايز اخد ده الفيديو بالرغم ان هو ممكن جدا يكون واقعي من نظرتي وانا ممكن اكون غلطان المسافة اللي بين اطلاق النار والمتظاهرين تصعب على اي حد ان هو حد جات في عينه ولا التكنولوجي انا ما بقولش انهم صح جات في راسه لا ما بزبط استخدام استخدام العنف مرفوض استخدام السلاح مرفوض استخدام الغازات بالكسافة اللي كانت موجودة مرفوض عشان افضي 200 واحد من مدان اموت 20 مرفوض النهاردة الحبيب العدل ومبارك بيتحكموا على شبيهة بالحاجات اللي حصلت فانا مش بقايد ده بس انا كمان في نفس الوقت مش عايز ان نجارف ورا اي حاجة ممكن تكون صحة والله التكنولوجي النهاردة بقى عالي جدا ممكن نعمل به اي حاجة في النهاية اللي يهمني ايه اللي احنا عايزينه في بكرة الكلام اللي قاله استاذ احمد كلام رائع ان احنا عايزين شرطة قوية احنا عايزين شرطة موجودة احنا مش كرهنهم مش كرهنهم دي مهمة جدا لان النهاردة انت محتاج تبني على مش كرهنهم انا اسف ان انا هقطعك يا دكتور طبعا معلش انا اسف لا طبعا حضايب بتقول لي ان احنا مش كرهنهم انا بقول استاذ احمد اه لا يعني احنا مش كرهنهم والتاني مش كرههم لا انا ليه عندي احساس او في ناس كتيرة عندها احساس انه هو في عند وفي طار اللي انا شايفوا دلوقتي من زابط وعسكري ووقفين مش دول بس في فيديوهات كتير جدا بس ما جبنهاش يعني مش عايزين نفضل ننفخ عايزين بس نفهم وعايزين نعدل الدفة حضرتك حاسس انه في زي طار يعني اذا كان من الطرف ده او من الطرف ده والمرة دي حاسس ان الطار ابتدى من ناحية الشرطة لان انا قريدي ناس مسلمين ووقفين وعندهم حق في ان هما يطلبوا بحقوقهم واعتصموا متين واحد نزدوا دمروهم يعني يعني ليه معلش يا احمد ليه الاحساس ان هو فيه عند وفيه طار لا هو الاحساس ان فيه عند ده مش احساس ده واقع ان النهاردة احنا الناس مش قادرة تتواصل مع بعض يعني فيه مقولة مفروض تكون موجودة في مصر النهاردة اننا جميعا شركاء في امن الوطن وعشان ده يحصل لازم نسق في بعض ونبتدي نشتعل على خريط الطريق محددة ان نقدر نعمل بيها انجازاتنا ده مش واضح مش حاصل لحد دلوقتي وده دي مشكلة قيادة انا عشان كده عايز افرق لو فيه امكانية ان احنا نفرق بين القيادة وبين الزباط الموجودة في الشارع بالرغم ان اللي موجود في الشارع والزباط والافراد غلطانين غلط بشع في ان هما يستخدموا السلاح بهذه القوة ولكن في النهاية هما مش اصحاب استراتيجية دولة ناس بتنفذ التكلفات اللي بياخدوها يبقى احنا المفروض لما نيجي نتكلم النهاردة نتكلم على رؤية وزارة الداخلية فيه ازاي تبني علاقة مع الشعب وايه اللي مطلوب منها في المرحلة اللي جاية وانا متأكد ان الشعب زي ما قال احمد مش عايز ان يبقى فيه اختراق للقانون هو في وسط الكلام قال ان انا ما كناش راضيين على ان الناس تعتصر لان برغم ان اتصان دحاء شرعي واي 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 انما مش عايزين اهم هنا مثلا يعني او مش عايزين الناس تقطع الطريق في حتى تانية مش عايزين نخسر 35 مليون جنيزة ممكن نخسر في ضميات كل يوم ولكن كيف يتم التعامل ده اللي لازم يحصل عليه اتفاق مجتمعي من النخبة السياسية والوزارة الداخلية الشيء المتميز جدا في الموجة التانية من الثورة اللي بتحصل النهاردة ان فيها افراز جديد لمين صح ومين غلط كان فيه الفترة الفاتت كان فيه ناس بتقود المشهد السياسي وكان فيه ناس متصدرة من مشهد السياسي ومعتبر ان ده حكر لها وما فيش حد تاني هيعرف يعمل مليونيات غيرها النهاردة المشهد كله بتغير تاني لان احنا دخلنا في سنة تانية ديمقراطية ده شيء كويس بالرغم ان فيه شهداء سقطتوا بالرغم ان فيه مصابين وقعوا وبالرغم ان فيه علاقة سائد جدا مع الشرطة وارجعنا للمربع يمكن ناقص واحد ولكن احنا النهاردة دخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة تانية ديمقراطية وانا متأكد ان دي حتاخدنا لحاجة افضل بس هي الفكرة ان احنا نبص حنعمل ايه بكرة لان خلص التحليل اكيد كلنا عندنا الابعاد بتاعته بس ازاي حنقدر نبني مصر بكرة عشان كلنا ما نفضلش بعد تسعة شهر تاني نلاقي امتين واحد تاني متعورين انا متفضل انا متفضل معلش استاذ احمد انت موجود من ديوم 18 في التحرير اه لا نزلت السبت وما كنتش موجود في الجمعة يعني فقط اه انما نزلت السبت والحد والاثنين اه طيب هو ليه الشارع المؤدي لوزارة الداخلية ده الشارع الاساسي في المشكلة ليه هل الصوار زي ما احنا بنسمع ومالوا بماغنا من احنا اصل الصوار عايزين يروح وزارة الداخلية عايزين يدمرها طيب هل ده فعلا على الواقع يعني فانت موجود قريدي في الواقع ده انا اقول لك ما هو يعني يعني عاجات تانية ان شارع محمد محمود اللي هو الرابط ما بين مدان التحرير ووزارة الداخلية في مجموعات من الشباب عايزة تروح وتتظاهر في قلب الشارع عشان توصل رسالتها للداخلية الداخلية بتتعامل مع الموضوع بتضرب قناة المسالة الدموع في اعتقاد منها ان دولك جايين فين جايين على الوزارة وحيدمروا مثلا وحيدمروا على الوزارة والشباب بيبقى في حالة ايه بقى العند انت بتضرب فالشباب مش هايززرجع لانه هو متخيل نوله ورجع الداخلية ايه هتخش عليه فالشباب موجود فين في محمد محمود فاحنا فكرنا طب نحل المشكلة ازاي كلمنا السادة المسئولين عبر وسطاء مسئولين في كل مكان بالمناسبة مش وزارة الداخلية بس ايه الحل قلنا لهم تعملوا اصوار من الاسلاك الشائكة زي اللي كانت موجودة عند الاسلاك الجمهوري في يوم الترحق وزي اللي موجودة عند مسبيره اصوار من الاسلاك الشائكة في قلب الشارع في نص الشارع والقول للمتظاهرين دي حدودكم بحيث والله اللي عايز يعدي بقى الاسلاك يبقى فعلا داخل يختح من ايه الداخلية يبقى انت من هنا امنت الوزارة مفيش حد هيعديلك وفي نفس الوقت حطيت ايه زي حدود للتظاهر لكن مش يعني مش تعمل انت حدودك عن طريق قصف المدفعي يعني تقعد تضرب نار وخرز ومكان المسلمة واللي هيعدي الخط ده هيقع 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 هيموت مش منطقي ففكرة ان احنا اقتراحنا عليهم الفكرة قالك فكرة عظيمة ورائعة وسوف يعني ننفذها فورا وحالا وفضل الموضوع مستمر وما فيش اسلاك بالتحاد هقول له حراك حاجة تانية قالوا ان لو جبتوا امتين شاب وقدرت تخلقوا بيهم معا فاصل ما بين الشباب المتظاهر والداخلية هتوهم فتوسط بالامس اتلاف زباط الشرطة مع مدير امن القاهرة وخدنا رقم مدير امن القاهرة اللي هو محسو مراد في التليفون وكوننا امتين شاب عند مسجد عمر مقرب وطلعنا بيهم كده على شكل قطار ودخلنا بيهم شارع محمد محمود في عزة ضرب وفي عزة القانون مسير الدموع اللي هو محسو مراد قال للمجموعة اللي معنا اول ما توصلوا عند نقطة معينة تصلوا بيها على التليفون اوقف الضرب تجاوزنا مكتبة البلد وسلانترو وصلنا عند نصة مكتبة الجمع الامريكية وبالنحنا في الصفوف الاولى واللي عايزوا حاكي احنا مستحملين بالعافية الوجود فاتصلنا بالله هو محسو مراد ايو فندم احنا موجودين في النقطة فلانية الناس اللي معانا قال طب حالا هوقف اطلاق النار وقص فجأة انا لقي ضرب بالقانون مسير الدموع يزداد ولا عساكر في اتجاهنا فبقيت انا في مواجهة الامن المركزة على بعض 10-15 متر وانا اصلا مش هدراف اصلا مش وقف على كورنيش هستنى ساعة انا وقف يا دوقت تقتي تديني الربع تلت الساعة ان انا قعد واطل عاجل ضرب 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 نتصب بالله هو محسو مراد وكان فيه اتفاق ان هو هيبعت اسلاك شائكة للميتين دولار يحطوا الاسلاك الشائكة ونقول للمتظارين يا جماعة ادي حدودنا وادي حدود الداخلية واللي عايز يتظاهر واصل رسالة الداخلية من هنا محدش يعدل اسلاك الشائكة دي للأسف ما اتصلش والأسف الضرب كان في اتجاهنا والضرب بزاد علينا وما ردش علينا خالص على الاطلاق بعدها بنص ساعة اتصل بالوسيط ده واتصل بالشخص اللي كان معنا في المجموعة قالوا ما عرفش حسنا كان عندي تليفون او ايه طب ايه اللي حصل ده ضربوا في اتجاهنا احنا قالوا والله اصل القائد بتاعهم اصابوا خرطوش وفيما بعد يعني عرفنا فيه جرائب قومية نهارده كان بقى ان القائد قائد الامن المركز اصابوا خرطوش عرفنا ان الخرطوش من الخلف يعني ممكن اصلا ان هم بيدربوا كده بشكل عشوائي اضرب القائد بتاعهم بس الفكرة ان احنا توسطنا من على يوم السبت بنقول يا جماعة ممكن توقفي اصلاك تحدد حدود التظاهر للمتظاهرين مبارح توسطنا مع مدير امن القاهرة وكننا احنا في الصفوف الاولى والامن المركز ضرب علينا نار فبالتالي كل الوساطات عملناها احنا حاسين ان فيه حالة بقى له ايه عند مش هنسابهم وليه نعمل اسلاك واحنا معافش ايه واحنا ايه ففيه بقى مشكلة ان الشرطة معاها قوة مش عارفة انت تستخدمها وزي تستخدمها خالص اما ان هي تسيب المتظاهرين يخشوا اقترح مستفارة الاسرائيلية واقفة تتفرج وبعد ما خلصوا الوقتعهم يضربكم مبلتين الناس تقطع تجري اما ان هي تسيب ناس تقطع قطر والطبطب وما تجيش جنبهم او ان هي تخش تشيل 27 واحد يعني انا مش فاهم هو اما ان انت تبقى متقاعس او تبقى دموي يعني مفيش حاجة في النص طيب دكتور عشان انا فكرتي خلصت وقت فكرتي خلصت انا قريت في الجرايد وفي كل المنشتات تقريبا في حاجات كتير قوي زابط اتضرب بخرطوش هو الخرطوش حضرتك يعني المفوض لما بيدرب الخرطوش ده اساسا مفوض صيد صح ولا ان غلطان بشتعب في كزا حاجة في كزا حاجة انا لما بضرب الخرطوش الرصاصة بتطلع بتفرش هو بفي حبوب حديد تمام بتطلع وتتفرش عظيم بتفرش قد ايه هي بتفرش يعني مساحة قد ايه بتفرش لحد خمسين متر خمسين سنطي على تلاتين اربعين متر تقريبا اه طيب الزابط اللي تصاب ده عشان فيه ناس كتير او عمالة تبني على هذا الموضوع انه فيه ناس بتضرب من فوق الجامعة الامريكية على الصوار وعلى الزباط ان فيه حد معاها سلاح بيدرب في اتجاه بوزارة الداخلية سلاح هل ده مش ممكن يكون وارد انه يكون واحد من العساكر اللي معاه خلطوش يكون هو اللي صاب الزبط ولا ده مش وارد وارد جدا وده شغلة المعمل الجنائي والطب الشرعي هو اللي بيشوف في الاخر اصابة دي جاية من الامام او من خلف او نوع الطلقة اللي جاية وهل العيار ده موجود في الداخلية ولا لا يعني سهل او انه تقدر تحدد اذا كان هو ولا بس انا فقر تحية قصة انا يهمني جدا في تنظيم المدان في تأمين المدان في فتح خط لعربيات الاسعاف عشان ترقل المصابين جوه الفكرة الرائعة اللي هما قالوا عليها في وضع حد الوزارة الداخلية عشان محدش يقدر يخترق ده ده الشراكة في امن الوطن شركاء في امن الوطن ده اللي احنا محتاجين نعمله في المرحلة اللي جاية محتاجين نبني شراكة فعلية بين وزارة الداخلية والمؤشر